بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله أدى ستاسع عشر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا لأنهم على طريق واحد ما فيه تقسمات واختلافات والخرافات طريق واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة كما قال تعالى واعتقلوا بحبل الله جميع ولا تفرقوا أما أصحاب السبل الأخرى فكل أصحاب سبيل يرون أن أصحاب السبل الأخرى باطلة وأن سبيلهم هو الحق والواقع أن كلها باطلة ليس بها حق وأن هذا صراطي مستقيم فمن سلك هذا الصراط المستقيم وصل إلى الجنة بإذن الله لأنه طريق مضمون ومأمون الخطر ويفضي إلى نظام الله عز وجل أما من إن حرف إلى السبل الأخرى وأصغى إلى دعاة الضلال وخرج عن هذا الطريق المستقيم فإنه يؤون به إلى الهلاف ولا بد إلا إذا ساب ورجع إلى الطريق المستقيم أما إن استمر مع الطرق المنحرفة فإنها تؤدي به إلى النار ولهذا شرع الله لنا وإذا شرع الله لنا وأوجب علينا في كل صلاة بل في كل ركعة من صلاة النافلة أو الفريضة أن نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم يسير عليهم الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وصفه بوصفين وصفه أولا بأنهم مستقيم ووصف أهله بأنهم منعم عليهم والذين أنعم الله عليهم منهم كما بينهم الله في الآية الأخرى في قوله سعالى وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفين هذه أكسام المؤمنين المؤمنون إما أنبياء وإما صديقون رتبهم الله ترتيبا حسب الأولوية فلا شك أن أفضل الخليطة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم أفضلوا الخلق على الإطلاق يليهم في الفضيلة والصديقون ثم من بعدهم الشهداء ثم من بعدهم الصالحون من سائر المؤمنين كلهم بحسب خلاحة فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام المؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام أنبياء وصديقون وصديقون وشهداء وصالحون وكلهم طريقهم واحد هو الصراط المستقيم فأنت تسأل الله أن يجعلك معه في كل ركعة من خلالك وتسأل الله أن يجنبك الطرق الأخرى غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الذين تركوا الصراط المستقيم هم إما مغضوب عليهم وإما ظل فالمغضوب عليهم هم الذين علموا عرفوا الحق ولكنهم لم يعملون فهم تركوا الحق عن عناد وكفر به وفي طريعة هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله فإنهم عرفوا الحق ولكنهم تركوه عنادا واتباعا لأهوائهم لا عن جهل والفريق الثامن من من الحرف عن الصراط المستقيم من اعتمد على الجهل فهو يتعبث بدون علم يعمل لما وجد عليه آباءه وأجدادها وجد عليه خلانا أو خلانا بدون أن يعرف هل هو على الحق أو على الباطل يعبدون الله على جهل وضلال وفي طريعة هؤلاء النصارى النصارى يغلب عليهم الجهل والضلال اليهود يغلب عليهم الكفر والعناد وإن كانوا يعلمون الحق فما قال تعالى الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فأنت أيها المسلم تسأل الله أن يسلك بك هذا الصراط الذي عليه خيرة خلقه سبحانه وأن يجنبك طريق المنحرفين عن هذا الصراط الذين تركوه عن علم أو تركوه عن جهل وضلال فأصحاب الصراط المستقيم جمعوا بين العلم والعمل الصالح والمغموب عليهم أخذوا العلم وتركوا العمل والضلون أخذوا العمل وتركوا العلم هذه أسرار عظيمة في هذه الآية من آخر سورة ساتحة فلن تبه لها والحاصل أن دين الإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل من أحد سواه ودين الإسلام ليس خفيا بل هو واضح سماما وموش لمن أراد الله له الهداية لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الإسلام وإعادته على ما كان عليه الأنبياء والمسلون من قبل وإماطة ما علق به من الضلالات والجهالات والفرافات حتى عاد حتى عاد نقيا واضحا جليا وحتى قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيض ليلها كنهار وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمستكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وحينما طلب منه الصحابة أن يوصيهم قال أوصيكم لتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة بسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل فجعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لعباده كما قال ورضيت لكم الإسلام دين والذين يسيرون على هذا الدين ويتمسكون به يكونون أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربكم فاعبدون ولهذا يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذه صفات أهل الإيمان الذين انتهجوا هذا الإسلام طريقا لهم إلى الله عز وجل ومن زعم أن هناك طريق يوصل إلى الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ظالم كذاب كافر وهو من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم على السبل يدعون إليها لأن الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن وشياطين الإنس وشياطين الجن شيء واحد يتعاونون على الإضلال والإغوار كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سفرف القول ضرورا ولهذا الكهان يتلقون عن الشياطين حملائهم من الشياطين فشياطين الإنس وشياطين الجن بينهم سعاون على حياكة التدجيل والإضلال هذه مهمته بينما المؤمنون بعضهم أولياء بعض تواصلون بالحق ويعملون به ويوصلونه إلى من بعدهم جيلا بعد جيل أيها المسلم الذي مندى الله عليك بهذا الإسلام تحمد الله عجل وجل حيث هداك لهذا الإسلام الذي تعيش عليه في الدنيا مطمئنا قرير العين بالحق وتموت عليه آمنا وتلقى ربك عليه راضيا مرضيا فهو خط الأمان فإذا وفقت لهذا الدين فقد وفقت لسعادة الدنيا والآخر كما قال تعالى فمن يفكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوطا لانتصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمن أسرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت أسرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اكتقوا الله حق تقاته ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون يعني تمسكوا بهذا الإسلام واحرصوا عليه حتى يوافيكم الأجل وأنتم مسلمون لتلقوا الله عليه ولا تفرطوا فيه أو تفلتوا أيديكم منه فيسكأكم الموت وأنتم على غير الإسلام فتخسروا الدنيا والآخرة قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى لا يضل في الدنيا ولا يسقى في الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يسقى في الآخرة أما من لم أما من لم يتمسك بهذا القرآن ولم يعمل به فهو من من قال الله تعالى فيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة معيشة ضنكة قيل هذا في الدنيا وقيل في القبر أو الآية عامة للحياتين حياة الدنيا وحياة البرزة يكون في ضنك في قلق وهم ووساوش في الدنيا وفي القبر يكون في عذاب ويضيق عليه قبره حتى تختلف أغلاعه ويفتح له باب إلى النار ويكون في حفرة من حفر النار وإذا بعث يوم القيامة من قبره يقول إلى النار والعياذ بالله ونحكره يوم القيامة أعمى قال رب لما حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا مآن الذين أعرموا عن هذا القرآن وكما قال الله تعالى فيهم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مغاقر الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزة ودار الآخرة فالمؤمن في هذه الدور الثلاث يكون على خير في حياته الدنيا يكون على هدى وعلى نور من الله سبحانه وتعالى وعلى طمأنينة طمأنينة قلبية نفسية لا يطمع فيها أي أحد من الناس لا الملوك ولا أبناء الملوك المؤمن يعيش في طمأنينة وفي سعادة لا تقال هذا في الدنيا في البرزة القبر يكون القبر روضة يكون عليه روضة من رياض الجن يفتح له باب إلى الجن ويفرش له من الجن ويوسع عليه في قبره حتى يكون مد البطر ويقال له نم نومة العروس لا يقضه إلا أحد أهله إليه ثم يوم القيامة نسأل الله من فضله يبعث ويدخل الجنة ويعيش فيها قالدا مخلدا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أما الكافر والمنافق والعياذ بالله فإنه في هذه الدور الثلاث في عذاب الدنيا في عذاب في القبر في عذاب في الآخرة في عذاب والفرق بين الفريقين أن السعدة تمسكوا بهذا الصراط المستقيم وأن الأسقياء أعرضوا عن هذا الصراط المستقيم ومالوا مع السبل التي حذرنا الله منه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله إن واجبك أيها المؤمن نحو هذا الدين أولا أن تتعرف عليه وأن تعرف ما هو هذا الدين تعرف العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله فتعتقدها وتدين الله بها ما تعتقد اعتقادات منحرفة وظالة لأنك رأيت عليها فلان أو علام لا ما تعتقد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه أهل السنة والجماعة من القرون المفضلة والذين اتبعوهم بإحسان نتمسك بالعقيدة الصحيحة لأنها هي العقيدة النافعة المطابقة للحق والصواب فلا بد أن تعرف ما هي هذه العقيدة أن تدرس هذه العقيدة على لوئ الكتاب والسنة واعتقاد السلف الصالح حتى تكون عقيدتك سليمة وعبادتك مستقيمة وتكون على هدى ثم تتعلم كيف تعبد الله عز وجل كيف تصلي كيف تصوب كيف تزكي كيف تحج كيف تتقرب إلى الله تقربا صحيحا على الوجه الصحيح كيف تعبد الله عز وجل ما تعبد الله بما وجدت عليه الناس بدون معرفة طوابه أو خطأه لأن لا تقع في البدع والخرافات وما أكثرها فإن المبتدع والمخرفين قد ملأوا الدنيا الآن من خرافاتهم وبدعهم ملأوا الأدمغة وملأوا الكتب وكونوا لهم الدعايات العريضة فاحذر من هؤلاء وتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن هدي السلف الصالح كيف تعبد ربك عز وجل على نور وعلى برهان لا على دوت فلان أو طريقة فلان وعلان فإن بعض أو كثيرا من الناس قد ادخلوا بتقليد دينهم للمخرفين والدجالين والمشعورين واتخذوا لهم طرقا واتخذوا لهم طرقا ظالة في العبادة يلطنونهم إياها ويعنمونهم إياها صباحا ومساء وهي تبعدهم عن الله وعن جنته ما ذاك إلا لأنهم لم يلتسدوا إلى هدى الله ودين الله ويحرص على طلب الحق وهذا أمر خطير خطير جدا وهذا القدر من العلم لا يُعذر أحد بجهله ما لا يستقيم دين الإنسان النابه لا يُعذر أحد بجهله أبدا هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العقيدة أن يتعلم حكام الصلأ الطهارة أن يتعلم حكام الصلأ أن يتعلم حكام الزكاة أن يتعلم حكام الصور أن يتعلم حكام الحج يتعلم أركان الإسلام الخمسة لازم هذا لكل واحد لكل فرض ذكر أو أنسى فر أو عبد أما ما زاد على ذلك من العلم وأبواب العلم فهذا تعلمه لا بد منه للأمة لكن تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يدفي سقط الإذن عن الباطل ستتعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الأنفحة وأحكام الجنايات والحدود هذا شيء لا بد منه للمسلمين ولا بد أن يكون هناك كفئة أمينة تتولى هذا الشيء وتقوم به ولكنه لا يجب على كل واحد من المسلمين أن يتعلم هذا لا لأن مواهب الناس ومروب الناس تختلف لكن من من الله عليه يتعلم هذا العلم فإنه يقوم بأعظم واجب ويكون كالمجاهد لسبيل الله وهو سنة مؤكدة في حق الجميع وواجب انتفائي في حق الأمة عموما وهو سنة مؤكدة في حق الأفراد وواجب انتفائي في حق المجموعة لا بد منه هذا أول واجب على المسلم نحو دينه قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل لأن العلم هو الأساس والعمل فرع عليه ولا يصح فرع بدون أصل ولا ينبني أصل أو يقوم بناء بدون أساس وإلا نكون مثل النصارى نكون من الظالم لو أننا عبدنا الله على جهل وعلى ضلال فالعلم هو قبل القول وقبل العمل ثم يجب عليك بعدما تعرف أحكام دينك وبعد ما تعمل بها بنفسك يجب عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل تدعو الناس إلى دين الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تتطر على نفسك بل تنفع إخوانك وتنفع الناس كما قال تعالى كنت الخير أمة أخرجك للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالمسلم ليس مطلوب منه أن يتصر على نفسه فقط ولكن مطلوب منه بالدرجة الأولى نطلوب منه بالدرجة الأولى أمر نفسه ثم بعد ذلك أمر غيره من الناس لأن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون مستاحا للخير مملاقا للشر هذا شعب المسلم قال تعالى الله الرحمن الرحيم والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصلوا الصق هذه الصفات الأربع الأولى العلم الذين آمنوا والإيمان لا يكون إلا عن علم والثانية العمل وعملوا الصالحات والثالثة التواصل بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإن هذا هو التواصل بالحق والطفة الرابعة الصبر على الأذاء الذي يلحق أو التعب الأذاء أو التعب الذي يلحق الإنسان في حصوله على هذه المراسل إنه لا بد أن يناله مسطة ولا بد أن يناله أذى من الناس ولكنه يصدر لأنه يجاهد في سبيل الله ويريد الخير للناس خير لنفسه أولا ويريد الخير للناس ثانيا وهذه نيدة المسلم أن المسلم ليس أمانيا لا يهمه إلا إلا نفسه بل يريد الخير لنفسه ويريد الخير للناس كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يسعك إذا رأيت إنسانا على خطأ أو على ظلالة وعندك من العلم ما تميز به بين الحق والصواب لا يسعك أن تتك بل يجب عليك أن تبين لهذا المخطي خطأه وأن تدعوه إلى الله وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن قبل فبهو نعمة وإن لم يقبل فأنت أبرأت ذمتك وأقمت الفجة عليه ومن الدعوة إلى الدين تعليم العلم النافع تعليم العلم النافع هذا من أعظم الدعوة لأن تدرس العقيدة تدرس للناس الأحكام الشرعية تبين لهم الأحكام الشرعية في الحلال والحرام في الجائز والممنوع تدرس هذا في المدارس في المساجد في القيوة تكون معرباً من الخير وتعليم العلم أيضاً يكون بالمخاضرات بالخطب بالجمع بالمناسبات بالنصائح التي تلقيها بالمناسبات والمجتمعات هذا من تعليم العلم تعليم العلم أيضاً يقول بالتأليم كتابة المؤلفات المفيدة كتابة الرسائل كتابة الكتب شرح الأحاديث تبكير الآيات التأليم هذا من أعظم تعليم العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ماس ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدحون شاهد في قولها أو علم ينتفع به فقد يبقى علم الإنسان بعد بوته فيما أنفه من الكتب النافعة التي تنفع من قرأها واضطلع عليها وكما ترون الآن الخير الكثير في هذه المؤلفات التي ألفها أئمة المسلمين وأئمة الهدى ألفوها لنا في العقيدة وألفوها لنا في الكتب وألفوها لنا في التكتير وفي الحديث ما يترض من النفع في هذه الكتب هذا يصل إليهم أجره وهم في قبورهم لأنهم خلفوا علما نافع هذا من تعليم العلم وهو من الدعوة إلى الله قد يكون الإنسان يدعو إلى الله وهو ميت في قدره يكون يدعو إلى الله وهو ميت كيف؟ نعم يدعو إلى الله في مؤلفاته كأنه جالس بين أيدينا الآن إذا قرأنا كتابه فكأنه جالس بين أيدينا يعلمنا هذا وسيلة من وسائل التعليم وهذا من العجائب إن الإنسان يدعو إلى الله وهو ميت في قدره بسبب هذه المؤلفات ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر بجل أدور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أدورهم فواجبك أيها المسلم نحو دينك أولا أن تتعلم أحكامه ثانيا أن تعمل بها أن تعمل بها في خاصة نفسك وتطبقها على نفسك أولا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أوجتكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فمن واجب دينك أن تعمل به في خاصة نفسك ثم من واجب دينك عليك أن تدعو الناس إليه وأن تعلمهم إياه وأن ترغبهم فيه وأن تحذرهم من السر وتنهاهم عن الإثم وعن المحرمات والمخالفات هذا من واجبك نحو دينك من واجبك نحو دينك أن تجاهد في سبيل الله بنفسك وبمالك وبعلمك تكون مجاهدا في سبيل الله لأن الله أمر الجهاد في سبيله كل بحسب مقدرته واستطاعته والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال هذا من واجب المسلمين نحو دينهم وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من تبنيه دين الله لأهل الأرض وما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذا واجب المسلم المسلم ما خلط ليكون أنانيا مكتصرا على نفسه يأكل ويشرب ويعيش هذه الحياة ثم يموت وينتهي وليس له نفع وليس له أثر نافع بل مطلوب منه أن يكون أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأنه إخبار عن الشيطان نفسه أنه يأث هو هو يأث من أن يعبد فهذا إخبار عما حصل منه هو وليس هو إخبار عن الواقع وإلا فقد عبدت الأسلام والأوتان المتمثلة في الموتى والقبور والأحشار في جنزيرة العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عبدت الأضرحة فالرسول يخبر عن ما اعتقده الشيطان في نفسه بما رأى من قوة الحق وظهور الحق أيثى من أن يعبد بعد ذلك ولا يمنع هذا أو هذا ليس إخبارا عن ما الواقع في نفس الأمر لا السبوة الموصلة هي الجنة لا تتعدد أبدا هي سبيل واحد كما قال الله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما هو الصراط واحد وسبيل واحد لا يتعدد وهذا الواحد دليله الكتاب والسنة دليله الكتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تبين هذا الطريق وتوضحه والمراد بالبيضاء يعني الجادة والطريقة البيضاء ومن المعروف أن الجادة والطريقة إذا كانت بيضاء أن الناس يرونها تكون واضحة ثم إذا كانت الجادة خفية فقد لا يهتدي إليها أكثر منه لكن جادة الحق بيضاء يعني واضحة فهذا من التمثيل من تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيحه بأن سنته عليه الصلاة والسلام بيضاء يراها المسلم واضح لا لا بأس بذلك إذا أديت عمرة أولا عن نفسك ثم ذهبت إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأي حاجس من الحاجات ثم رجعت وأحرمت من نيقات المدينة أحرمت من نيقات المدينة بعمرة ثانية عن والدتك هذا لا بأس به لا سأل يقول ما حق من خرم لحياته فعلينا في دون أجلات الله وعلى أولا نعلم من توفير اللحية هذا أبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة في أحاديث صحيحة في الصحاح لا مجال للشك في سندها وأكد فيها ونوع التعبير فيها سارة يقول أعفو اللحى وثارة يقول وفروا اللحى وثارة يقول أكرم اللحى وثارة يقول أرثو اللحى أو أرجو اللحى إلى غير ذلك من ألفاظه صلى الله عليه وسلم لأن اللحية تُكرك ولا تُحلق ولا تُقص ولا يتعرض لها بشيء لأنها من سنن الأنبياء ومنحصان الفطرة وفيها مخالفة للفتار ومخالفة للكفار من المجوس والمشركين أما من حلق لحيته فهذا له حالة كام الحالة الأولى أن يكون يعلم السنة وخالفها فهذا عليه خطر عظيم عليه خطر عظيم وإسمه كبير بقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تطيبهم فتنة أو يطيبهم عذاب أليم هذا عليه خوف من الزيج لأنه ترك السنة بعد معرفتها أما النوع الثاني وهو من حلقها جاهلا ورأى الناس يعملون هذا الشيء وظن أنه سائر فهذا يُعذر بالجهل لكن إذا بيّن له الحق وبينت له السنة وأصر على تركه فهو مثل أصر على فعل فعله وحلق اللحية بعد البيان فهذا حكم وحكم أول لأنه تعمد مخالفة السنة فيكشى عليه وقد ارتكب محرما ويأتم عليه ويكشى عليه ما هو أكثر من ذلك الزيغ والضلال لأنه ترك الحق بعدما عرحه والعياذ بالله سائر العقول ما لا يجب على الحاج إذا قطل أولامة زوجته قبل الزواف الزيارة وسائر حج أسنونا لذلك الله الله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومعنى فرض الحج يعني أحرم به لا رفث المراجب الرفث الجماع ودواعي ومطلوب من المحرم أن يترك الجماع وأن يترك دواعي الجماع وهي الأسباب التي توصل إليه كاللمس والنظر والقبلة وما إلى ذلك يجتنب هذا والكلام أيضا يجتنب كل ما مثلا يوصل إلى هذا الشيء من الأسباب الكلام النظر اللمس وتقبيل وغير ذلك فإذا فعل هذا فقد إذا فعل هذا إذا قبل امرأته أو لمسها وحصل منه إنزال أنزل منيا يكون عليه بدية يكون عليه بدية لأن يذبح شاسا أو يذبح شاسا نعم وإحرامه صحيح لأنه لم يجامع أما لو جامع لو جامع امرأته فهذا له خصم آخر لكن إذا لمسها مجرد لمس أو قبلها وحصل منه إنزال فهذا فعل محبورا من محبورات الإحرام فيكون عليه بدية جبران وهي ذبح شاسا شفاره وزعها على الفقراء والمساكين نعم الذي يحقل منه ارتكاب كبيرة من كبائل الجنوب في الزنا وثرب القامل هذا يعتبر فاسقا يعتبر فاسقا ناقص الإيمان لكنه لا يخرج من الإسلام مدام لم يفعل ناقصا من نواطن الإسلام وإنما فعل كبيرة من كبائل الجنوب في الزنا وثرب القامل هذا يعتبر فاسقا ناقص الإيمان وعليه إثم كبير يجب عليها أن يتوب إلى الله عز وجل ثوبة صحيحة وإذا تاب ثوبة صحيحة ثاب الله عليه أما قبل ثوبته ثوبة وفاسق لا تقبل شهادته ولا تبقى له عدالة هذا حكمه في الإسلام سائل يقول ما رأي صبيحة سوية من يقدم عادات الآباء والأجداد على سنة أرد الله الذي يقدم بل نستبع ما وجدنا عليه آباءنا هذا يفتع عليه من الرسل أما إذا خالف قنة الرسول وارتكب عادة الآب والأجداد جاهلا فهذا يعبر ذلك إلى حين أن يبين له الحق